مهد الاتفاق بين بنجلادش وميانمار لوضع أزمة اللاجئين من أقلية الروهينغا المسلمة على طريق الحل ربما في حال التزام جميع الأطراف بتنفيذه وورد في إعلان وزير خارجية بنجلادش أبو الحسن محمود أن الاتفاق تضمن مساعدة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عودة مئات الآلاف من الروهينغا إلى ميانمار وبحسب البلدين فإن عمليات العودة من المقرر أن تبدأ في غضون شهرين على أن يتم السماح فقط للروهينغا الذين يقدمون وثائق هوية سبق وأن أصدرتها الحكومتان بعبور الحدود لكن منظمات إغاثة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان طالبت بوجود مراقبين دوليين لتأمين عودة الروهينغا إلى ميانمار وقال مسؤولون من بنجلادش أن الروهينغا سيبقون مبدئيا في ملاجئ أو معسكرات مؤقتة نظرا لتعرض معظم قراهم للحرق بسبب أعمال العنف سينقل العائدون إلى أراضيهم الأصلية أو أي مكان يريدون العيش فيه مبدئيا سيبقون في مخيمات مؤقتة في الوقت الحالي واتفق الطرفان على استكمال العملية خلال فترة زمنية معقولة وفي حال اندلاع أي مشكلة خلالها فستعمل بنجلادش وميانمار على حلها بالحوار بموجب الاتفاق ستعمل ميانمار على تهيئة الظروف المعيشية المناسبة في إقليم راخين وتدعو الفارين للعودة طوعا إلى منازلهم أو إلى أماكن آمنة قريبة منها بالإضافة إلى السماح بحرية التحرك في الإقليم بما يتوافق مع قوانين البلاد لكن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها تجاه الاتفاق مشيرة إلى أن الأوضاع في إقليم راخين غير مهيئة لعودة آمنة ودائمة للاجئين ما أريد قوله بشأن الاتفاق إذا كانت الأمم المتحدة والدول الأخرى التي تتحدث عنها ستناقش إرسالنا والاعتراف بأننا روهينغا فإننا سنعود وإلا فإننا لن نعود وفي الوقت الذي لم تحدد فيه حكومة ميانمار أعداد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالعودة فإن الضغوط الدولية الغربية عليها تطالب بمحاسبة العسكريين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات جيش ميانمار في إقليم راخين بأنها تطهير عرقي وأحث وزير الخارجية ريكس تيلرسون ميانمار على القبول بتحقيق مستقل في هذه الادعاءات اشتركوا في القناة